انا والريح غير اتجاهه فالصدف البحر كان حيبقى صعب دخلنا هنا على النيل بقى قلنا نتسلى على النقطة ونجزة عظيمة نجزة عظيمة ونجزة نسمع له ايه نجزة عظيمة نجزة عظيمة أتجاه يدخوا لاتبع فالطفل تجوز صصف يدخوا الوزيد ونجزة عظيمة نجزة عظيمة ونجزة عزيمة ونجزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكوا شباب عمليم ايه يا رب يكون الجميع بخير يسعي صباح كل واحد عنده صباح يسعي جمسك كل واحد عنده ناسم معكم النهاردة باب ان شاء الله في يوم جديد وراحة جديدة كانت فيها كده شوية لخفنة كده وشوية نتشاط والله يا صحبي والحمد لله تمت على كار وصلنا ان شاء الله في المعدية هنقضوا تقوم بتعديدنا هنا من محل مقصن كالعادس هنقضوا المهاردة ان شاء الله عشان البقرة عالي هنقضوا معنا ان شاء الله دود مار ودود اسمع للقود هنطرريكم على الدود واللي عايز حاجة يتفضل الخده من عند الراجل ده مقصن بركات في المعدية هنسيب رقمه دلوقتي برضه وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نقدم لكم فيديو كويس خليكم معنا ان شاء الله جماعة ده التعم اللي احنا هناخد منه ده اسمع الله ايه بتاع محسن بتاع الكهرباء ده من هنا ده محسن اه من عندنا من البحيرة صح بديل دود الراملة اه هي دودة دير فياعة جماعة بس بديلة ايه؟ دود الراملة يعني بتطبى حاجة حالو وده ابو جراب اهو ع البركة صاحي برضو زيل فل احلى شغل مع محسن بركات بسم الله ما شاء الله وهنا الجنبري الجنبري هتحسبولك كم نهاردة محسن؟ التومن بعشرين التومن بعشرين بسم الله ما شاء الله يا شبه احلى محسن في الدنيا الرقم تانى محسن؟ زيرو اتناشا زيرو اربعة زيرو اتنين واحد تمانية واحد تمانية اللي عايز يحجز طعمة جماعة برضو محسن بركات تابعنا صلاة النبي السياسي هوا تهوا ارس المعدية بسم الله ما شاء الله يومنا جميل والله المستعد طبعا يا شباب اللي ايه النشرة كدبت معانا والريح غير اتجاهه فالصدف البحر كان هيبقى صعب دخلنا هنا على النيل بقى ايه قولنا نتسلى على النقطة والسياسي الاروز الصغاية استفتحت انا وبكا بوريايا ايه ربنا كريم ان شاء الله هنظر عندكم برضو في الفيديو نصبح عليكم برضو ان شاء الله دعواتكم يكون استفتحنا والاستفتاح استفتحنا ان شاء الله اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد طبعا زي ما قلنا في عنوان الفيديو بتاعنا ان احنا طلعنا على حلة صدف النوة ولازم نحكي لكم ايه اللي حصل معانا باختصار كده يا جماعة بصراحة احنا تعلم علينا او انا تعلم علي تعلم علي من الناس ستين سنة ايه اللي حصل معانا وتعلم عليها برضو من النشرة الجاوية يعني النشرة الجاوية كده بتعلان ايه اللي حصل معانا هنعمل رسمة بسيطة كده عشان نقدر نوصل لكم ايه اللي حصل بص يا جماعة عشان الجيغرافيا دي برضو مهمة في الصيد عشان تبعى عارفية احنا ايه ده كده جماعة نهر جميل اوه تمام ونجيبه هنا كده وده كده البحر لبي ده فرع رشيد وده دوميوات من نجد عويش ده كده البغاز بتاع ايه بغاز رشيد احنا كنا بالظبط كنا طلعين الرحلة بتاعتنا مستهدفين المكان ده كده بالظبط ده حاجة مفروض ان احنا كنا طلعين في ريح جاي شمالي غربي يعني مفروض ان الريح ايه طبعا ده صليب اللي في جهات مفروض ان الريح بتاعنا كان جايلنا من هنا كده فالمفروض ان نحفة كلنا هنده هنا هتوب بديه عادتنا وكده الحدفة ايه بتاعتنا هنحذف بالطريقة معروف ان الحاجز ده الجنب اليمين بتاعه افضط اللي هو هنا احنا طبعا كنا طلعين في نوة وكنا عامنين حسابنا البحر بتاعنا اربعتاشر طبعا الريح بتاعنا اربعتاشر والبحر كان متر وربع ريح اربعتاشر وبحر متر وربع ده مش مناسب خالص للشارط ولكن في وجود حاجز ايه فهو مناسب جدا 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 مع ريح ايه جنوب غرض اول مفاجئة حصلت لنا ان الريح النشرة كدبت والريح جاء ايه جاء شمالي شايل خلف معنا الليلة خالص بوزت معنا الدهي طبعا كان فيه هنا طيارات هي بالفعل كده كده المكان ده كله طيارات اللي هو يمين الحاجز ده ولكن طيارات في البحر الهادي بيبقى كويس وبتبقى طيارات سمك في بحر مجنون زي ده فالوعرات بتبانوا كنا دايما من وعره الناس اللي راحت الصبح خدت اول اول ضوء خدت سمك ربنا كرمها احنا عدنا ساعة ونصة ولا ساعتين حصلت لنا مفاجئة تانية ان الحاجز ده بتقفل حرز الحدود منع الصد على الايه على الحاجز ومشى كل الايه كل الصوريين طبعا احنا عارفين المكان وعارفين جغرافة المكان فروحنا نقلين من هنا رايحين في المكان ده بالظبط كده على المين رحنا سألنا الناس طبعا صلينا الجمعة في مسجد هناك وروحنا لقينا صيادين قبار صيادين دولا جماعة سبتين سمك شم بالله العظيم رحنا عدنا جنب منهم كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله يرمي الرمية بتاعته ياخد سمكتين واحنا ما كناش قادرين ناخد ولا سمكة جنب منهم فطبعا الموضوع لما زاد من حده احنا مؤمنين باللاسوم الرز الموضوع لما زاد عن حده فقلنا ايه نركز شوية نشوفوا الناس دي شغلها ايه اول شي عرفت انه هما معاهم طعم من طعمة زاد الطعم تاني هما كان معاهم دود نار ودود رمض احنا كان معانا دود نار وكان معانا اسماعلاوي المهم بعد كده ركزت معاهم اكتشفت انه هما بيحدفهم في نص الماء كانت السمك وقفة احنا هناخد بقى رسمة تانية كده للنين للفرع ده كده مثلا السمك كانت وقفة هنا يا جماعة في نص النين هما كانوا العده بتاعتهم مساعدهم ان هما يرموا احنا عملنا كل المحاولات او انا همتكلم عن نفسي عملت كل المحاولات عشان نقدر نوصل الحده بتاع النص النين ما قدرتش خالص طبعا انا كان معايا عد اربعة متر ونص عليه عليه مكانة كبيرة كانت سرع تلاف وكان معايا عود اربعة متر ونص بالسريع كان عليه فيكينج خمسين خمسين المكانة دي كان عليها مئة متر شعر والمكانة التانية كان تقريبا علىها مئة وخمسين متر شعر هما كانوا بيرموا بحدف حوالي ستين جرام او سرعين جرام احنا انا تقلت الحدف الاكتر من كده ولكن مقدرتش نوصل للمستوى بتاعهم ده فعرف طبعا ان الكصة في الرامية المسافة اللي هما بيوصلوا لها وان السمك ماسك نص نص المويل انا عرقت في الاخر ان الايه في الايه ده بتاعتي فطبعا عشان نقدر نوصل المعلومة محترما لحضراتكم وان انتوا برضو طبوا عارفين ان المكان ده دايما فراشين فيه سمك سياسي واروس سياسي ونقطه واروس دايما طول السنة بس موجود بيبقى في نص المويل فحنعمل ايه عشان نقدر نحل اللغة ده طبعا انا كنت عارف ان الكصة ان المفروض فيه خط يامة هم حطينا على مكانة خط يامة الدبلة اللي قدام ممكن تكون اوسع شوية المكانة ولكن انا حابب ان انا نستعين بالله ثم واحد صاحب خطرة هنروح لاخوية محمد لاصمة نحكي له حكاية بتاعتي ديها ونشوف ايه اللي حصل خليكم معنا ننسوناش تعملونا لايك اشتركوا عندنا في القناة الفيديو ده مهم جدا والله اقسم بالله الفيديو ده مهم جدا انا كنت نتمنى ان حد يعمل لي حاجة زي كده ويفهم الدنيا ماشية زي من الصيد يا جماعة ما هو الا جغرافيا اتجاه ريح مكان صيد طبيعة ارض للسماء نروح لمحمد لاصمة خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله بركاته اهلا بكم من جديد طبعا زي ما قلتلكم من شوية على اللغز اللي احنا عايزين نحلوه ده فا استعننا بالله سمه اخ عزيز علينا رحنا له المحل بتاعه اخونا الكبير وعمنا حاج محمد لاصمة احلى مساء من حاج اس وارد ار ابي نهر بوسيا اه يا محمد ناا كنتckingolia كانت عيز اندخالك كده في موضوع طبعا زي ما قلتلك ان انا يوم الجمعة كنت بنستاد فراشيد فالمهم حصل معنا موقف كده ان احنا كنا راحين على حاجة والريح غير معنا كنا قرين نشرة ان الريح جاي من مكان معين النشرة كدبت والريح جاي من مكان تاني فلغبطت معنا اتطلع زي ما قلت لك برضو رحنا في النيل في اخر الفرع كده على اساس نستضع على السمك الصغير اللي هو السياس والنقط اللي هو القروس الصغير العدة اللي كانت معنا مكادش بتحدف جوه والالاسف اليوم ده كانت السمكة واكلة في نص البحر فشوفنا ناقس انا هنغير الكاميرا كده بعد ازنا تمام حجي محمد شوفنا ناقس ربنا بارك في عمرهم يعني العمر بتاعتهم 60 سنة الناس دي بسم الله ما شاء الله كانوا شغلين كده ايه قاعدين جنب مننا هم خدوا سمك كتير خالص واحنا سبحان الله ما اخدناش ولا سمك من رغم ان احنا كنا ثلاث صيادين يعني اكتشفت بعد كده ان احنا هم بيرمهم في نص سنين واحنا العدة بتاعتنا ما بتوصلش لحتى نص الحتفة اللي هم بيحدفوها مع القلم ان احنا كنا شغالين بأيدان اربعة متر ونص كنت شغال بماكنة فيكينج خمسين خمسين على خط بريد خمسة وتلاتين التقل زودت يعني وصلت مثلا لفوق اللي ايه لفوق التمانين جراء هم تقريبا كان في واحد فيهم معا عود بروتوليكس كان بيرمي برصاصة تقريبا ستين الفكرة انه هو حتفته كان بتيجي نص الموية وانا مش عارف نوصل نص الموية فانا بصراحة اختنامت الفرصة ان احنا نوصل معلومة محترمة للناس اللي هي تنحط في موضوع زي ده انت برأيك ايه القصة دي اتوقفت على ايه او كان ايه العامل بتاعها انا كان زي ما قلتلك معايا مكانة خمسين خمسين فيكينج وكان معايا مكانة تانية ايه كبيرة تقريبا سبع تلاف او حاجة مش متذكر يعني عشان ما نقولش كلام ايه مش مصبوط رأيك في ايه ازاي هو قدر يوصل الحتفة دي النص سنين وانا مقدرتش ايه بدي بترجع للمكانة المكانة طول الحلة الحلة بيساعد على الحتفة اوعد مسافة انت عيس تمام وحجم الرصاصة وحجم الرصاصة ودايما الخط النايلو اسرع من البرد الخط النايلو البلاستيك اسرع من البرد اسرع من البرد في الرمي كمية الخط بيمسك في بعضه اه ونسيق صح غير النايلو البلاستيك حصل معاك كلام ده ناعي اي فبالتالي بيدينه المسافة اللي هو عايز يحدفها مهما كان حجم الرصاصة مش هتفها اي مع برضو زيادة على الخط على المكانة مثلا زيادة خط المكانة اي لازم تقبل المكانة باخير مليانة عالية ممكن مثلا يكون هو حطت 150-200 متن متر ثلاثة في الحتفة في الحتفة اي تسحب الخط من على المكانة بثلاثة اي طبعا احتمال كبير طبعا يكون كلامك صحة بنسبة 100% محمد انا من قاية كلامك وان شاء الله هو ايه الموضوع كده طبعا يا جماعة احنا حبنا عشان نحل اللغز ده نستعين بأخ وصديق بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى راجل فهمان ده محل اخونا محمد الاصمر في ده منهور ناخده لقطة برضو كده في المحل طبعا يا جمال عايز اي حاجة من هنا يعني الراجل ده عنده حصن زينا اي حد فينا بازن الله بسم الله ما شاء الله عنده عدة حلوة طب بالمرع محمد كده وحنا ايه وحنا عندك ممكن ترشح لنا عود للتشويح للمسافات البعيدة ومكانة انت حتى لو معندكش المكان يعني ايه حاول تجيبها لنا في يوم تاني ممكن بالنسبة للجوصة ما تجلش على خمسة متر خمسة متر اي تمام خمسة فيما فوق تمام اننا برضو عامل مساعد للتشويح للتشويح طب. في حاجة معاينة ماركة معاينة انت بترشحها النهاردة تاااااااااااا ترمي رصاصة ما بصوز اله 8 جرام مثلا أو 1 جرام القاسط ويد بتاعها حدد لنا ماركة وحدك وحدك فيها والان ان المهاردة أن انت تكون ايه بتقب your facility بتؤسط قمسة ورصائف بصوز الولومبيك معلاش عنها يعني القلومبيك طب حاجة متداولة. مشent الولومبيك برضه anybody يبغالي مش في متناول كل الناس في البوصل السويدة البصمة سعرها في حياة عندك عايزين حياة من عندك من محلة محمد اللي عندي أطول حجر شغالة كويس لو حترمي رصاصة 100 جرام أنا بنرشحها الدراجو حلوة الدراجو موجودة موجودة ممكن توريه لنا كده بسم الله م شاء الله أنا أخويا محمد اسماعيل جماعة مصاحبني الأيام اللي فاتت ديت وهو بيشتغل بالدراجو دي أربعة متر ونص هو هنا كاتب الأكشن بتاعها والحركة بتاعتها من ستين لمائة وخمسين دي فعلا مناسبة اللي بوصلة تعتبر كلها معدن حتى الفبر بتاعها تحس إن فيه معدن مجدولة مجدولة بسم الله م شاء الله ماشي ماشي خليها لنا محمد درق بسم الله م شاء الله دي الجدولة عم محمد أصدق أيوه أيوه تدي صلابة للبوصلة صلابة للبوصلة لابلوب بها رائع شوية أيوه رائع بس عافي ولا رائع إيه لا عافي عافي أيوه نفعش بوصلة تشويع باش عافي بسم الله م شاء الله البوصلة دي حلوة أيوه بسم الله م شاء الله عليها تمام طب عم محمد إحنا مكاننا في فضى منهور شارع البطاق بجوار مكتبة إيه الزعيم الزعيم رقم تليفونك 010-633-20-629 تاني 010-010-633-20-629 629 واطس واطس 0-03 وحايت 0-03 وحايت 0-03 وحايت 77 27 27 480 480 وتحت تأمر حضر البوصلة دي عم محمد لو حدّحها لحد اتفرج على الفيديو ده حدّحها لك بإذن الله إن شاء الله هي البوصلة دي متدولة وفي محلات كتيرة عندها منها يعني ماشي عاملة 375 جنيه 375 فأنا اللي حييجي إن شاء الله نعمل معه واجب اللي حييجي من طرفنا إن شاء الله هتعمل معه واجب إن شاء الله اللي حيتفرج على الفيديو ده جماعة وهيتلب البوصلة دي عم محمد بيقعده بواجب طبعا أنا بنضمن عم محمد وإن شاء الله يكون عند حصن ظننا جميعنا جماعة أنا حننهي الفيديو بتاعي من هنا لحظة مغير الكاميرا كم معاكم طبعا أخوكم سامح الخوالقة قناة النوعات رحّالة من محل الأصمر لأدوات السيء صاحب قناة الأصمر لأدوات السيء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله